الخاصة فيها اما عن اخر خبر معنا لليوم ننتقل الى شركة مايكروسوفت اللي اعلنت عن ايرادات جديدة اعلنت عن نتائجها الربع الثاني من عامها المالي واللي جاءت افضل من التوقعات حققت الشركة ربحية سهم وصلت الى نحو 2.48 دولار مقابل 2.31 دولار متوقعة فيما سجلت الارادات تقريبا 51.73 مليار دولار مقابل 50.88 مليار دولار كانت متوقعة وزادت الارادات بنسبة 20% تقريبا على اساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع نمو بنسبة 22% تقريبا في الربع السابق وحقق قطاع السحابة الذكية من مايكروسوفت اللي بيحتوي على ازور ببليك كلاود ايضا جيت هوب ومنتجات الخادم والسيرفر مثل ويندوز سيرفر مثلا ارباح ايضا وصلت بقيمة 18.33 مليار دولار ويعمل هذا على نمو بنسبة 25.5% هو اكثر بقليل من الاجماع اللي تم اجراؤه على 18.30 مليار دولار امريكي بين المحللين اللي شملهم الاستطلاع بواسطة street account ونمت الارادات من ازور والخدمات السحابية الاخرى بنسبة 46% تقريبا وبلغ اجمالي الارادات من قطاع الحوسبة الشخصية واللي بيشمل ويندوز والاعلانات والاجهزة وايضا الالعاب تقريبا 17.47 مليار دولار وهذا بيمثل ارتفاع بنسبة 15.5% واعلى من اجمالي واجماع توقعات street account اللي كان بالغ 16.56 مليار دولار العديد من الارادات اللي فعلا اثبتت جدارتها وفاقت التوقعات وتحديدا من شركة مايكروسوفت بعد الفاصل خليكم معنا مقابلتنا مع شيماء صرطاوي مدير التسويق الرقمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لشركة لاش